مهمين لأن الدنيا أيما مش قاعدة على اللاعب أحمد عبدالواحد شهين لاعب نادي المنصورة أنا هحكي لكم القصة الحقيقة كاتل نتيجة 2-0 لصالح الماولين وبعدين كابتن علاء نوح دفع بأحمد في الدقيقة 60 النتيجة بقت 3-0 فرح كابتن ديها بقت 70 فكابتن علاء نوح قرر أنه يستبدل اللعب اللاعب طبعا كان رافض أنه يخرج من الملعب فضل رافض وبعدين شوية بشوية بشوية لحد ما أخنعوا بالخروج وبعد ما خرج جري ودفع كابتن علاء نوح الحقيقة وسط حالة غضب شديد جدا 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 والدنيا تصعبت يعني خدنا وقت شوية على ما خرج المتشد بتبقى متزاعة النهاردة كان متزاعة المباراتين على أونس بورت مبارات المقاولين مع المنصورة ومبارات طنطة معوي الحقيقة أو المصرية للصلاة وبعد ما معه بالخروج توجه لكابتن علاء نوح ودفعه في صدره كان رد فعلا الكابتن علاء الحقيقة الهدوء الشديد جدا لكنه مؤكد أن اللعب أخطأ وأخطأ خطأ فادح بس واضح أن الولد يعني كان في حالة عصبية مش طبعية كان لابد على حد من إداريين أو حد من زملائه أنه ياخده أيوة كان هنا بقى الكابتن الإداري كان لازم ياخده لحد قط اللبس لأنه الولد واضح أنه مش طبيعي خلاص يعني إيه زي بولي رجب عفريت فكانت طبيعي أنك تاخده وتفضل مكمل معاه لحد ما خليك معايا كابتن لحد الآخر جري دفع الكابتن علاء الكابتن علاء الحقيقة ما عملش حاجة يعني رجع تاني الإداري خده ودخل قط اللبس هذا سلوك مرفوض جملة وتفصيل اللعب عمل اعتذار بعد كده وقعنا أنه بيعتزل كرة القدم وأنه مش هلعب كرة القدم تاني كلها حاجات عصبية العميد محمد البسون رئيس النادي قال خدنا إجراء احترازي وقررنا إيقافه لحد انتهاء التحقيقات وأنه كابتن علاء نوح مستمر في منصبه ومنتظرين التقرير الفني وقال أنه الأدب والتربية أهمة من كرة القدم هو دوره مع المنصورة انتهى مؤكد يعني وبتصور أنه خلاص ما تأدوش اللقطة تانية ما تأدوش اللقطة تانية مش محتاجة مش محتاجة أن احنا نعدها تاني مش محتاجة نعدها تاني كفاية فطبعا أنا عمري ما بأتعاطف مع خروج عن النص على الإطلاق يعني فبالتأكيد هيكون فيه عقوبة شديدة عليه وأتمنى بقى أنه يعني يبقى فيه ضوابط لها زي الأمور لكن في شخص ما شطب ولا حاجة يعني هو الليحة أقصها ثمان ما تشط تبقى لتقرير الحكم لكن النادي ممكن يرفع الاتحاد الكورة ممكن ما يأيدوش ممكن ممكن ينهي تعاقده وهكذا يعني ده في موقع أحمد عبدالواحد شاهين لعب المنصورة بس أنا الحقيقة وينزل في الدقاءة ستين ويطلع في الدقاءة سبعين والنتيجة تلاتة صفر وبرضو المباراة هربت من إيد كابتن علاء نوح وشخصها مؤدبة جدا ومحترمة جدا وكل ناس كلموني على الولد أحمد عبدالواحد شاهين ده أقولوا أنه ولد مؤدب جدا شديد الأدب بس هي خلاص هي قصة بتهرب عرف لما بيركبك عفريد بيركبك شطان القصة دي